الأخبار من الحدث إسرائيل تقرر توسيع العمليات العسكرية بعد استهدافها قادة حماس والأخير أقرت بمقتل قائد لوائها بغزة وثلاثة آخرين جريفة تؤكد خطورة الوضع في مأرب بسبب هجمات الحوتيين ويتهم الميليشيات بتقويد جهود السلامة وزير الخارجية البريطانية يدعو الحوتيين لوقف اختطاف الأطفال ورميهم في ساحات القتال كما وقف عرقلتهم للسلامة باريس وأوروبا تتوعدان المسؤولين اللبنانيين بعقوبات واسعة وقاسية أحداث القيادة العامة تتكرر مجدداً في ذكرات ثانية إطلاق رصاص على المتظاهرين الحكومة السودانية تدعو جلسة طارئة أهلا بكم نبدأ من التطورات الأمنية المتلاحقة في غزة إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين التنياهو إن العمليات العسكرية ستستمر أسبوعاً على الأقل فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر قرر توسيع عمليات العسكرية في غزة دون الإشارة إن كانت ستمتد إلى عمليات برية من جهازه نقل موقع إكسيوسا عن مسؤولين إسرائيليين بأن تل أبيب رفضت اقتراح الوسطى المصريين والأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وفي موازاة ذلك قال وزير الخارجي الأمريكي إن بلاده تشعر بقلق بالغ الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين وأشار إلى أن واشنطن ستفيد مسؤولاً أمريكياً كبيراً إلى إسرائيل للقاء الأطراف المعنية وأنها تتواصل بشكل مكثف مع جميع أطراف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين أما الاتحاد الأوروبي فدعا اليوم إلى وقف فوري للعنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لتجنب صراع أوسع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي تصريح لهذه الليلة أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن القدس وحدت كل أطياف الشعب الفلسطيني داعياً في الوقت ذاته لوضع الخلافات جانباً وشدد أيضاً على أن السلطة الفلسطينية ستعمل على اتخاذ القرارات التي تحمي الشعب الفلسطيني من عن جهية الاحتلال الإسرائيلية نضع كل خلافاتنا جانباً فالقدس وفلسطين وحدتنا فلا يفرقنا شيء ولا يجوز أن يفرقنا شيء فتعالوا إلى كلمة سوا لقد تحركنا على كل المستويات التزاماً بمسؤولياتنا الوطنية وسوف نواصل القيام بكل ما هو ممكن للدفاع عن شعبنا وكف يد هذا الاحتلال العدواني عن بلادنا ومقدساتنا وسوف نتدارس اليوم كل خياراتنا التي تضمن ذلك وعقب هذا المؤتمر جاءت بعض التصريحات من الحكومة الإسرائيلية إذن الحكومة الإسرائيلية أعلنت توسيع العملية في غزة بالغراءة الجوية دون الوصول إلى الاستعانة بقوات برية كما قالت لا موعد نهائياً لإنهاء العملية العسكرية في غزة نذكر كذلك بأن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال لا ضغط دولياً على إسرائيل لوقف العملية على غزة إذن الآن نتحدث عن الوساطة الوساطة خاصة المصرية لوقف هذه العمليات من القاهرة ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد عثمان أحمد أهلا بك أحمد بحسب المصادر كانت بعض المعلومات وردت مساء تقول المصادر إن مسؤولين أمنيين مصريين تواصلوا مع قيادة إسرائيلية كما تواصلوا مع الفصائل الفلسطينية للتهديئة ومصر حذرت من عملية برية إسرائيلية موسعة ولكن على ما يبدو إسرائيل أبلغت مصر كما أبلغت بعض الدول الأخرى برفضها وقف الغارات على غزة المعلومات المتوفرة هل فشلت الوساطة أم هي مستمرة الآن والرد الإسرائيلي ورد الفصائل نعم السيد الخير صار بالفعل كما ذكرت القاهرة كانت طرف فاعل في الأزمة منذ بدايتها المعلومات بحسب المصادر كما أشارتي منذ قليل بأنه هناك استمرار لجهود الوساطة المصرية لوقف التصعيد الساعات الأخيرة شهدت تكسيفا من هذه الوساطة هناك وفدين لم يتم دخولهما حتى الآن كان من المفترض أن يكون هناك وفد مصري يدخل إلى غزة وفد مصري أيضا يصل إلى تل أبيب للاستمرار في جهود الوساطة وإيقاف التصعيد ولكن لم يتم دخول حتى الآن بسبب التصعيد في العمليات العسكرية وأيضا هناك رغبة في أن يكون هناك رهان بأن يكون هناك وقف لهذا التصعيد ولكن هناك تحفظ إسرائيلي من قبل الحكومة الإسرائيلية المصغرة لوقف التصعيد أو العمل على هدنة قصيرة الأمد كما يتحدث البعض حتى يتم استهداف كل من يقولون بأنه متورد في أعملية إطلاق السواريخ من قطاع غزة على الجانب الآخر أيضا هناك مصر أيضا تلعب دورا في مسألة الحديث مع الفصائل الفلسطينية وبينها حماس لوقف التصعيد خلال الساعات المقبلة حتى الآن هناك عمل على مدار الساعة من الجانب المصري هناك اتصالات تتم ما بين القاهرة مع كل الأطراف هناك أيضا اتصالات تتم ما بين القاهرة والولايات المتحدة وأيضا عدد من العواصم الأوروبية لوقف التصعيد والعمل على الوصول إلى هدنة خلال الفترة المقبلة هناك اتصالات تتم مع الفصائل الفلسطينية اتصالات تتم مع غزة اتصالات تتم مع رمالة اتصالات تتم مع عدد من العواصم الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد لوقف إطلاق السواريخ من غزة وأيضا ووقف الاستهداف الجوي الإسرائيلي تجنب المنشآت العامة تجنب المدنيين هناك أجندة لوقف هذا التصعيد من كافة الزوايا هناك أيضا تحذير مصري من فكرة الاستمرار في هذه العملية وتبعاتها ومن بينها الحديث عن عملية برية عسكرية هناك تحذير مصري من خطورة مثل هذه العملية وبالتالي هناك رهان بأن الساعات المقبلة ومن خلال الاتصالات قد يكون هناك تحرك من كافة الأطراف للوصول لوقف إطلاق النار مع التحفظات على ماذا تراهن مصر؟ على تهديئة من قبل الفصائل أم على استجابة من الجنب الإسرائيلي؟ على كل الأطراف يعني عادة مصر ما كانت تلعب دورا كبيرا إذا ما كنا نعود إلى المواجهات التي كانت تحدث في الماضي على الساحة الفلسطينية مصر كانت تلعب دورا كبيرا وعادة ما كان ينجح هذا الدور ربما الآن في هذا التوقيت ومع هذا التصعيد غير المسبوق هناك رهان الأولوية أن يكون هناك أمل لوقف هذا التصعيد وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إصابات نسيت أن أذكر لك بأن هناك سيتم فتح معبر رفح ودخول المصابين إلى المستشفيات المصرية في العريش وغيرها من مدن شمال سيناء ولكن الأولوية الآن بمصر لوقف هذا التصعيد ووقف سقوط دماء من أبناء الشعب الفلسطيني ومن سما ربما سيكون هناك حديث على المستوى السياسي ولكن الآن الرسالة توجه إلى جميع الأطراف إلى الجانب الإسرائيلي وإلى المسؤولين في حماس لمحاولة الوصول إلى ودن هذا ما تحاول أن تسع إليه القاهرة ومن ثم سيكون هناك إذا ما تم السماح بدخول الوفد المصري إلى كل من غزة وتل أبيب للتواصل مع الأطراف للوصول إلى هذه الهدنة المؤقتة وأحمد إلى غاية الآن لا بوادر على تد خاصة من الجانب الإسرائيلي الذي يقول لا موعد نهائي محدد إلى غاية الآن لهذه العملية كنت معنا من القاهرة مراسل حدث أحمد عثمان شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات أعلنت إسرائيل أن جيشها وجهاز منها العام تمكن من قتل قائد لواء مدينة غزة وقائد منظومة سايبر وتدقيق الصواريخ بالإضافة إلى قائد منظومة الإنتاج إذن التصعيد مستمر بعد ليلة من الرد على الغارات الإسرائيلية أمس وكانت استهدفت الأبيب وصواريخ أخرى باتجاه سدود اليوم كان الرد باستهداف قادة لحماس وأقرأت الأخيرة بمقتل أربعة قيادات عسكرية لها بينهم باسم عيسى قائد لواء غزة كما كان الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباكة كشف أنهما نفذ عملية معقدة تدى حركة حماس استهدفت عددا من قادة الحركة في مدينتي غزة وخان يونس الذين يشكلون وفقا للبيان جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري ومقربين من القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيفة ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي تطور آخر جرى مساء اليوم تابعناه على شاشة الحدث لحظة بلحظة واستهداف إسرائيل لمبنى شروق في غزة بسسلة صواريخ ما أدى إلى انهياره بالكامل لترد الفصائل وتطلق صواريخ على وسط إسرائيل وتصيب مبنى في عسقلان وكانت وزاعة الصحة أهلنت ارتفاع حصيل الضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 56 بينهم 14 طفل وإصابت 335 شخصا بجراح مختلفة ترجمة نانسي 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 إنها مشاركة الفاضلية. لا يوجد نقوة لنا. ليس هناك أفضل. لا يوجد نفسك. لا أفضل. لا أفضل. لا أفضل. لا أفضل. لا أفضل. القبة الحديدية نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات القواعد المتحركة دخل الخدمة الفعلية في 2010 وبدأت شركة رفايل لأنظمة الدفاع المتقدمة بدأت تطوير عام 2007 بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي بكلفة بلغت 210 مليون دولار النظام مخصص لصد الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 مليمتر التي يصل مدها إلى 70 كيلومتر إذن اتشمل هذه المنظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخ احتراضي تحت مسمى تمير وتعتمد القبة الحديدية على صاروخ مجهز برأس حربي يحتوي على 11 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار يتراوح مدها بين 4 إلى 70 كيلومتر هذا الصاروخ قادر على اعتراض وتفجير أي هدف في الهواء فبعد تعرف منظومة الرادار على الصاروخ أو القذيفة المدفعية تبدأ بملاحقة مسارها بعد ذلك تم نقل المعلومات إلى وحدة إدارة المعركة لتحليل مسار الهدف وتحديد موعد ومكان سقوطه المفترض وفي حال تبين أن الهدف يشكل خطرا يعطي الأمر خلال ثواني للصاروخ باعتراض الهدف في الجو حيث تم تفجير رأس الحربي لتدمير الهدف في الجو دون الارتطام به مباشرة ورغم الأموال الطائلة التي صرفت لتطوير هذه المنظومة أي القبة الحديدية إلا أنها تحوي بعض نقاط الضعف أبرز هذه النقاط عدم قدرتها على تصدي مقضوفات صاروخية يقل مدها على أربعة كيلومتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والي المزيد من التفاصيل ومعلومات من غزة ينضم إلينا الصحفي عادل زعنون عادل أهلا بك عادل دعني أشير فقط إلى الخبر العاجل الذي ولد قبل قليل بحسب الخارجية المصرية التي أعلنت تكثيف الاتصالات الدولية في الساعات القادمة للتوصل إلى تهديئة في غزة إذا هذا بعد حديث عن وساطة مصرية ولكن بحسب المصادر فإن إسرائيل كانت أبلغت مصر رفضها وقف إطلاق النار بعد حديث مصري مع الجانبين مع قادة في الفصائل الفلسطينية وقيادات إسرائيلية وكانت حذرت مصر بالتأكيد من عملية برية إسرائيلية واسعة ولكن على ما يبدو إلى غيرت الآن إسرائيل تتحدث عن ضربات جوية على قطاع غزة فيما تنفي نيتها الوصول إلى تواغل بري أو مواجهة برية عادل إذن نتحدث الآن عن هذه التطورات ولكن قبل ذلك دعنا في المشهد الآن في غزة هل من تطورات جديدة ميدانية؟ يعني الغارات الجوية لا تزال مستمرة قبل الدقيقة فقط كان ربما آخر هذه الغارات الجوية في منطقة تل الهوى جنوب غرض مدينة غزة وهذه الغارة تأتي أيضا بعد عدة غارات الجوية في مناطق مختلفة واحدة من هذه الغارات استهدفت بنك فرع للبنك الوطني في منطقة وسط عن قطاع تحديدا قرب مخيم المصيرات والحقة أضرار تدميرية كبيرة كما تسمعين نعم عادل انفجارات عالية جدا الانفجارات بسبب نعم لنفهم الصورة أكثر الانفجارات بسبب ضربات إسرائيلية من العكس الحديث عن ضربات جوية نعم نعم ضربات جوية عنيفة جدا في هذه الآلة ما موقع الضربات تحديدا؟ ما هدف هذه الضربات؟ منطقة منطقة تل الهوى منطقة تل الهوى هي التي تتعرض مجددا لإطلاق النار أو الغارات الجوية هذه الغارات العنيفة جدا بعض الغارات على ما يبدو في نفس المناطق التي كانت صباحا تعرضت نعم للقفش العنيف المماثل هل هناك أهداف أو مواقع محددة للفصائل أم أن الضرب عشوائي ويستهدف مباني مثلما استهدف مبنى الشروق مساء هي الأهداف تستهدفها الإسرائيل بعينها مثل منطقة مفتوحة وكذلك أيضا المنزل كان تعرض أساسا للقفش والتدمير وعاودت في إسرائيل قصفته منزل باسم عيسى وهو قائد لواء حماس القسام في غزة الذي أعلن من قبل كتاب القسام أنه استشد هذا المنزل واحد من العديد من المنازل التي استهدفت أكثر من مرة بالتأكيد منزله دمر تدميرا كليا وهو في منطقة تل الهوى على كل حال أيضا في حي الزيتون والشجاعية شرق مدينة الغزة اتهدفات المماثلة ولكن في الزيتون والشجاعية استهدفت لمجموعات من المشطاء على ما يبدو وهناك عدد من الشهداء حصيلة الشهداء ارتفعت لأكثر من سبعين حتى الآن وربما لأكثر لكن ننتظر بالتأكيد ننتظر الإحصائية الرسمية من وزارة الصحة والجرحة يقترب من أربعمائة جريحة عدد كبير منهم من الأطفال وأيضا من الجرحة عدد من دول حالات الخطرة أو الحرجة ربما رشقات الصاروخية في الساعة الأخيرة كانت قليلة لكن قبلها كانت مكثفة جدا أكثر من 200 صاروخ أطلقتها صرايا القدش وكتاب القسام بشكل رئيسي القسام أطلقت 130 صاروخ على المدن الإسرائيلية مباشرة دقائق بعد تدمير درج الشروك السكني في حي الرمال نارد مدينة الغزة نعم إذا كنا نستمع معاك إذا عادل أصوات الانفجارات جراء الغارات الإسرائيلية على قضاء غزة تحديدا في تل الهواء نبقي عينا بالتأكيد على كل هذه التطورات في موعدنا اللاحقة كنت معنا الصحة في عادل الزعنون شكرا جزيلا لك حي الشيخ جراح أحد فصول وأسباب المواجهات الجديدة التي تساعد دائرتها لتمتد إلى غزة مرورا بالضفة ومدن الخط الأخضر فما قصة هذا الحي الذي فجر تصعيدا جديدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين أنت لا تشعر بالخوف بل تراه واضحا حتى في عز العتمة والظلماء وفي الليلة الظلماء سماء مشتعلة ومعركة بين صواريخ غزة المصوبة نحو إسرائيل والقبة الحديدية التي تتصدى لها مؤلعة بمخيم شافوط مؤلعة فلسطين بين السماء والأرض بقعة مشتعلة وغضب عارم وهبة جرة هبات في الداخل والخارج عنوانها العريض حي الشيخ جراح المقدسي وتفاصيلها تكتبها غزة والضفة ومدن الخط الأخضر فلنعود إلى أصل القصة حي الشيخ جراح أقرب رقعة سكنية من البلدة القديمة في القدس الشرقية عام 48 من القرن الماضي هجرت مئات العائلات الفلسطينية من بيوتها ومدنها في أعقب النكبة منهم من نزح إلى هذا الحي للسكن وبدء حياة جديدة هناك في ذلك الوقت كانت القدس تحت حكم الأردن والحكومة الأردنية وقتها تعهدت بتوفير مساحة من الأراضي ومنحها هبة إلى العائلات الفلسطينية البلغ عددها 28 عائلة على أن يكون دور وكالة الغوث بناء منزل لكل عائلة مقابل مبلغ مالي رمزي يتم دفعه بشكل دوري حتى يتم تمليك المنازل كافة في غدون السنوات إلا أن حرب 67 وما نجم عنها من احتلال إسرائيل للقدس غير كل شيء ولم تحصل هذه العائلات إلى سند قانوني يضمن ملكيتهم العقارية ومنذ ذلك الوقت يسعى المستوطنون إلى المطالبة بهذه البيوت بحكم قانون الملكية الذي أقرت الحكومة في خمسينيات القرن الماضي بحسب الرواية الإسرائيلية فإن ملكية هذه المنطقة تعود إلى عام 1876 حين اشترت مجموعتان يهوديتان أراض في الحي لأنها من وجهة نظرهم منطقة مقدسة تضم قبرا لأحد كهنتهم بنوا بيوتهم وعاشوا هناك إلى أن بدأت حرب 48 فانتقل عدد من اليهود إلى القدس الغربية في الوقت الذي انتقلت فيه عائلات نازحة إلى هذا الحي ولا يزال خطر التهجير مستمرا سمح السيد الحدث وإلى الملف اليمني الآن حيث قال مارتن جريفث المبعوث الخاص إلى اليمن إن الحوتيين يواصلون تصعيدهم العسكري في مأرب وإنهم تسببوا في خسائر فادحة بالأرواح وأقحموا الأطفال في المعركة بلا رحمة أنا هنا لأعلمكم بتصعيد عسكري مستمر من قبل أنصار الله في مأرب فهجمة أنصار الله المستمرة منذ أكثر من عام قد أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح بما في ذلك في أرواح الأطفال الذين أقحموا بلا رحمة في هذه المعركة وهذه الهجمة لا تزال تعرقل جهودنا لإنهاء هذه الحرب وأحلال السلام أدعو أنصار الله إلى وقف اعتدائهم على الفور على مأرب إذن أنه في عدة مناسبات أثناء هذه المفاوضات رفض أنصار الله أن يجتمعوا به هذا يبعث برسالة خاطئة وكما قلت في إحطة الأخيرة للمجلس المشاركة أو التهديد بعدم المشاركة في الاجتماع أمر غير مقبول وهذا يقود فرص السلام أن التعاون من قبل حكومة اليمن حول هذه المفاوضات كان ممتازاً أود أن أوضح ذلك هذا وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا أن الحوثيين يأخذون مستقبل اليمن رهينة وقالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث إلى اليمن ليندر كينغ والدبلوماسيف الخارجية الفرنسية كريستوفر بارنو أكد ضرورة مشاركة الحوثيين في صفقة عادلة ستجربوا الراحة للشعب اليمني المسؤولين أكد أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب يهدد بكلفة عالية وقال وزير خارجية البريطاني دومينيك رابن الحوثيين يواصلون اختطاف الأطفال والرمب بهم إلى سحة القتال حتى وزير خارجية البريطاني ميليشيا الحوثية على وقف هجومهم على محافظة مأرب توقف عن عرقلة مساعي السلام في اليمن كما دعا الميليشيا الانقلابية للاجتماع بالمبعوث الأممي إلى اليمن قال ممثل بريطانيا في مجلس الأمن إن ميليشيا الحوثي أثبتت أنها لا تريد العمل ناجي السلام عندما رفضت لقاء المبعوث الأممي مارتين جريفث في مصقط منذ بان المملكة العربية السعودية بدعمها لوقف إطلاق النار الشامل ومحادثات السلام ورفع القيود عن موانئ اليمن ومطار صنعاء لقد كان ذلك ابتلاء وامتحانا للحوثيين وللتزامهم بالسلام وللأسف الشديد فقد فشلوا في هذا الاختبار وبرفضهم لقاء مارتين جريفث في مصقط فإن الحوثيين بالتالي يكونوا قد أضعوا فرصة مهمة للعمل من أجل السلام وهم دائما ما يدعون اهتمامهم بالوضع الإنساني ولكن كل أفعالهم إنما تدل على أنهم يموطلون فقط لكسب الوقت إذا كان الحوثيون جادين في تخفيف معاناة الشعب اليمني كان من المفترض أن يوقف الهجوم على مأرب الذي هدد بتشريد مليون شخص ضعيف ولمناقشة كل هذه التطورات المتعلقة بالملف اليمنية نضم إلينا من الرياضة المحالة للسياسي اليمني محمد المخلافي سيد المخلافي أهلا بك وعيد سعيد قبل أن نتحدث عن هذه التصريحات المهمة واللافتة الغربية التي تدين مباشرة الحوثيين لنذكر بعض التفاصيل التي كانت وردة مساء الأمين العام للأمم المتحدة عين جريفث منسقة لشؤون الإنسانية في المنظمة ولكنه في المقابل أي جريفث سيبقى وسيطا للمنظمة في اليمن إلى حين إيجاد بديل له كان هذا بعد بعض المعلومات والتسريبات بأن جريفث راحل عن هذه المسألة وبأنه سيتولى منصب أممي جديد وسيبحث أو تبحث المنظمة الأممية عن بديل لقيادة الملف أو الوساطة الأممية في الملف النووي هل كان الأمر مفاجئ أن يذهب جريفث عن منصبه هذا أو يرحل عن منصبه أيدك مبارك أستاذة سارة عليك وعلى جميع المشاهدين وكل التضامن أيضا مع أشقائنا الفلسطين في هذه الأزمة أو في هذا العدوان الذي يعيشونه في هذه اللحظات نعود إلى موضوع مارتني جريفث أعتقد أنه لم يكن مستغربا تماما أن يتم إقالة جريفث أو استقالته أو نسميها ما شئتي لأن الرجل خلال أربع سنوات لم يقدم أي شيء لم ينجح في أي شيء في ملفاته التي استلمها من الأمم المتحدة وكنا نعتقد أن جنسيته البريطانية ستعطيه زخما كبيرا وستعطي أيضا فرقه وضعا قويا على الأرض خاصة مع وجود الدعم الكبير لاتفاق ستوكهولم الذي يبدو أنه كان مشروعا بريطانيا وبدعم كبير كذلك من المجتمع الدولي لإيقاف معركة الحديدة مشكلتنا مع المبعوثين الأمميين أنهم ينتظرون حتى لحظة الغرق ليصرحوا ويعلنوها للعالم بأن الحوثيين يعرقلون مسار السلام هذا الأمر تكرر مع المبعوثين السابقين سواء ولد الشيخ أو حتى جمال بن عمر وما زالوا يقولونها حتى اللحظة والمشكلة أيضا تكمن في البريقراطية في مكاتب الأمم المتحدة وأنه الآن سيأتي إلينا مبعوث جديد وسيلاقي دعما كبيرا وسيبدأ من مرحلة الصفر لا ينتهي كل مبعوث من حيث أو لا يبدأ من حيث انتهى سابقه ويحاول أن يكسب جميع الأطراف وسننتظر أربع سنوات جديدة حتى يقول بأن الحوثيين يعرقلون مسار السلام ما الذي يصعب مهام المبعوث الأممي إلى اليمن؟ هل هو بالفعل انحياز هذا المبعوث مثلما كانوا يتحم قفة التهمة ولكن من الطرفين بانحيازه للطرف الآخر؟ أم هي الفجوة الكبيرة بين الأطراف اليمنية؟ المبعوث الأممي كمنصب يجب عليه أن يكون قدر الإمكان محايدا وأن لا يقع في صدام مع طرف من الأطراف هذه المشكلة التي في حقيقة الأمر تقيد المبعوثين الأمميين لكن المشكلة الحقيقية تكمن في مجلس الأمن والتزام والمسؤولية التي تقع على عاتقه في تطبيق قراراتها الدولية وما يجعل المجلس الحالي بإنعقاد جلساتها الحالية في مأزق حقيقي ونلاحظ أن هناك تصاعد في مهاجمة الميليشية الحوثية في الجلسات الأخيرة خلال الشهرين الأخيرين تحديدا مع تصعيد الحوثيين في معركة مارب وعدم صياعهم لبادرات السلام والجهود الأممية بالتالي مجلس الأمن حتى اللحظة ما زال يضع عنوانا عريضا وهو إيقاف الحرب أو إيقاف إطلاق النار هذا العنوان الحوثيون لديهم براعة كبيرة منذ وقت مبكر بكثير قبل حتى الحرب الأخيرة والتحالف العربي وتدخل في اليمن ولكن سيد محمد لديهم براعة في التخفي ما بين زوايا هذا العنوان العريض نعم سيد محمد هذا كان سابقا ولكن الآن مع التصريحات الواضحة جدا من غريفث أو ربما حتى من المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والأوربيين يقولون بصراحة أن الحوثيين يغامرون بمستقبل البلاد هم من يقودون مساعي السلام لن يشكل هذا الأمر أي العطافة جديدة في المواقف الغربية والمواقف الدولية تجاه الحوثيين الجديد هذه المرة سرى أن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة بأن دخول الحوثيين أو سيطرتهم على محافظة مارب سيعرق المسار السلام تماما في اليمن لأنه سينقل الحوثيين كأدال إيران في اليمن إلى فصل جديد دعينا نقول طور جديد من أطوار المشروع الإيراني في المنطقة سيذهبون إلى مطالب جديدة سيفرضون شروطا جديدة والمجتمع الدولي يريد تأسيس أسس سلام مستدام قدر الإمكان في المنطقة لموقع اليمن الجغرافي المهم في طرق الملاحة الدولية وغيرها من المصالح الدولية في البحر العربي والبحر الأحمر وكذلك طموحات إيران العسكرية في المنطقة بالتالي هم اصطدموا مع الحوثيين خلال الثلاثة الأشهر الماضية نلاحظ أنه حتى الأمريكان متضايقين جدا من السياسة العسكرية للحوثيين ومن رفضهم لقاء جريفث كبارك ومن رفضهم مبادرات السلام وهذا ما جعل جريفث رغم امتلاكه صبر كبير على البليشيات الحوثية لأنه تعرض في حقيقة الأمر لإهانات كثيرة من ضمنها أيضا اطلاق النار على موكبة سابقا اطلاق أيضا أو بالأصح مقابلة محمد الحوثي الجريفث بالسلاح ووضعه وتعمد وضعه أمامه في الكيميرا وفي الصورة وبالتالي يبدو الرجل كأنه كان يبدو أسيرا لهذه العنتريات الحوثية والإيرانية داخل اليمن ومنعا مؤخرا من دخول صنعاء من قبل الحوثيين كذلك هذا الذي جعل الرجل يجن جنونه ويعلنها صراحتنا من مجلس الأمن مع أننا متعودين أن المبعوثين الأمميين ينتظرون حتى يخرجون من طائرة المسائلة أو بالأصح موقع المسئولية حتى يعلنوها ويوضحوا للعالم حقيقة الصورة في اليمن نعم حينما يتحدث الأمريكيون والفرنسيين اليوم بأن عائلة الحوثيين مشاركة في صفقة عادلة ستجلب الراحة والسلام للشعب اليمني لهذا يعني بأنهم يملكون طريق الضغط جديد على الحوثيين لإشراكهم وإدخالهم في المفاوضات السياسية بطريقة جادة؟ الطرق كثيرة هو السيناريوهات التي يضعها الغرب والدول التي لها مصلحة في اليمن ولديها ضغوطات سواء على الحكومة الشرعية أو حتى على الحوثيين كطرف اليمن يعني هناك سيناريوهات كثيرة بداية من خطة كيري وغيرهم من المسؤولين الأمريكان والبريطانيين كذلك كدولتان لديهما مسؤولية مباشرة تجاه الملف اليمني أو لديهما أو ممسكان بزمام الملف اليمني داخل مجلس الأمن لكن في حقيقة الأمر أنه حتى اللحظة لم تنجح هذه الدول في وضع أو إنشاء أطر حقيقية وثابتة لموضوع الحوار السياسي في اليمن هذه الأطر التي تضمن للجميع أو تجعلهم يجلسون على طاولة الحوار بسقف معين ومرجعيات حقيقية يستطيعون من خلالها التحاور على نقاط يعني يستطيعون أيضا من خلالها الخروج برؤية واضحة وبمطالب واضحة يكون الضامن فيها المجتمع الدولي وبالتالي ما زال الوضع ضبابيا وما زالت الصورة يعني لم تتضح تماما للإدارة الأمريكية الجديدة في انتظار أنه يكون هذا الصد من قبل الحوثيين يعني قد وضع بعض الألوان على اللوحة التي لم تكن يعني واضحة بالنسبة له نعم منها الرياض كنت معنا المحرر السياسي اليمني محمد المخلافي شكرا جزيلا لك في لقاء مع الحدث كشف السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري الخطوات التي بدأت بها السفرة لتنفيذ توجهات خادم الحرمين بتأهيل مستشفى من الخطيب ونقل الحالات الحارجة للسعودية للعلاج وكذا بدأ السفرة بتنسيق مع الحكومة العراقية ما أن حدثت كارثة مستشفى بن الخطيب صدرت توجهات مولاي خادم الحرمين الشريفين بإعادة تأهيل كامل مستشفى بن الخطيب وكذلك استقبال الحالات الحارجة من المرضى العراقيين في مستشفيات المملكة العربية السعودية تم التواصل مع وزارة الخارجية العراقية لإنشاء فريق عمل يقوم باختيار الحالات الحرجة من قبل وزارة الصحة العراقية وكذلك لتقييم إجراءات العمل في إعادة تأهيل المستشفى وسيتم تشكيل فريق عمل سعودي عراقي لتنفيذ توجهات مولاي خادم الحرمين الشريفين بشكل فوري وضف السفير السعودي لدى العراق بحديثه مع الحدث بالقول إن العلاقات بين البلدين تسير بوتيرة جيدة وإن زيارة الأمير خالد بن سلمان لبغداد تحمل الكثير من الرسائل الإيجابية بين البلدين العلاقات السعودية العراقية تسير بوتيرة جيدة جدا زيارة سمو سيدي الأمير خالد للعراق زيارة استثنائية ومميزة بكل المقاييس تحمل كثير من الرسائل الإيجابية للشعب العراقي والشعب السعودي تم خلال الزيارة مناقشة الكثير من المسائل الأمنية والاقتصادية والتجارية التي تهم البلدين خلال المرحلة القادمة ودائما في العراق ولكن في شان المنفصل في مقابلة مع الحدث قال محافظ دهوك أن الجيش التركي أنشأ أربعة نقاط عسكرية جديدة شمال المحافظة وكذلك أن حكومته طالبت تركيا بإخلائها حتى يتمكن حرص الحدود العراقي من مراقبتها والسيطرة عليها تم التحكم على أربع نقاط عسكرية في مرتفعة جبلية وفي نفس الوقت تمركز حرص الحدود العراقي في أربع نقاط جديدة طالبنا تركيا بإخلاء هذه النقاط العسكرية كيشغلها حرص الحدود العراقي إذا لم تتمكن القوات العراقية وحرص الحدود من السيطرة على المنطقة الحدودية بالتأكيد ستدفع تركيا لتدخل والهجوم على تلك المناطق ونأمل أن يتمكن حرص الحدود من السيطرة على مناطق استراتيجية وبذلك فإن حزب العمال لن يشكل خطرا ويهدد أمن دول الجوار وإلى الملف السوداني الآن دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعضاء مجلس الوزراء لعقد جلسة طارئة لمتابعة الإجراءات التي تقررت عاقب اجتماعي أمس حول حادثة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين بمحيط القيادة العامة يترافق ذلك مع إعلان لجان المقاومة بدء التصعيد الثورية السلمي حيث دعت كوادرها في الأحياء دعت لإغلاق الجسور والطرق الرئيسية وأكيدة أنها في حرب مفتوحة مع شركائها في قوى الحرية والتغيير واللجان الأمنية التي وصفتها بالموالية لنظام الرئيس المخلوع عمر المشيرة ردود الفعل الغاضبة في الشارع السوداني ما زالت تتوالى من الأحزاب السياسية عقب مقتل شخصين بالرصاص من قبل قوات الأمن خلال تجمعات يوم أمس لإحياء الذكرى الثانية لفضل احتصام القيادة العامة للجيش حيث أعلن حزب المؤتمر السوداني أعلن سحب رئيس عمر أدغير من عضويات مجلس شركاء الفترة الانتقالية احتجاجا على أحداث مسيرات الحادي عشر من مايو وطلب الحزب بمسائلته وزيرية الدفاع والداخلية ونائب العام والولاة عن الأحداث وما سبقها من أحداث مماثلة وإقالة كل من ثبت تقصيره منهم والبدء كذلك من خلال السلطة التنفيذية البدء في إنفاذ الترتيبات الأمنية وعلى أسها إصلاح وإعادة هيكلة الجيش والقوات النظامية وتأكيد السيطرة السياسية المدنية عليها كما أضاف الحزب أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا في هذه المرحلة وفي الأيام القادمة بما فيها سحب وزرائه من الحكومة في حال ثبوت عدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذ عدد من المطالب حول أحداث ذكرى فضي الاقتصام أما حزب الأمة القومي فدان بشدة ما وصفه بيال انتهاكات وطالب بالتحقيق الفوري والعاجل وكشف المتسببين فيها وتقديم مرتكبها للعدالة فورا كما طالب النيابة العامة بسرعة التحقيق وبسرعة إعلان النتاج كذلك للرأي العام مؤكد أن قطار الثورة لن ينتظر طول التحقيق والتباطؤ في العدالة وقالين ما حدث يؤكد أن الأجهزة الأمنية لم تستوعب متطلبات التحول الديمقراطي مما يتوجب الآن إعادة هيكلتها وتأهيلها بالشكل الذي يجعلها تحقق مطالب الثورة السودانية فيما حمل الحزب الشيوعي تبعات الأحداث لكل أجهزة المرحلة الانتقالية ويقصد هنا مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجلس الشركاء ووزارتي الداخلية والدفاع وولاية الخرطم كذلك مشيرا إلى أن البلاد لا تزال تحت حكم اللجنة الأمنية وحكم الحلفاء من فنول النظام البائد أما تجمع الاتحادي فحمل بدوره القوات الأمنية المسؤولية الكاملة عن مقتل الشباب رافضا أي تبرير ذلك وكشف عن دخوله في اجتماعات متواصلة لتقييم الشراكة مع الحكومة الانتقالية ترجمة نانسي قنقر ولمناقشة كل هذه التطورات السودانية نضم إلينا من الخطوم القيادة في قوى الحرية والتغيير عروى الصادق السيد عروى أهلا بك على شاشة الحدث واعد مبارك رئيس المزراء السوداني مصدوم من أحداث الاعتداء أمس على متظاهرين أمام مقر القيادة العامة وعد بها التحقيق أنتم في الحرية والتغيير من تحملون مسؤولية ما حدث أمس أولا حياك الله أهلا وحيا المشاهدين وكل عام وأنت بخير وفك الله أسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك نحن غير صدمة رئيس الوزراء الحرية والتغيير مذهولة لما حدث إذ أن الإفطار كان إفطارا عاديا حدث مثله يوم 8 رمضان ولم يجابه بمثل هذا العنف الباطش فضلا عن أن الإفطار قد انتهى أمده والناس بدأوا في الانصراف ولكن لاحقتهم قوة من القوات المسلحة وتتزيى بزي القوات المسلحة مدججة بالسلاح وأطلقت عقب الغاز المسيل للدموع وعقب إطفاء الضوء في المنطقة أطلقت رصاص سقط على إذره شهيدين الآن في هذه الساعة يشيع الشهيد أحمد الطبيب عثمان أحمد رحمه الله كل هذا نتحمل مسؤوليته جميعا نحن في الحرية والتغيير وفي المؤسسة الحاكمة بشقيها السياد والوزاري أقول ذلك وأنا أعي تماما أننا اليوم نتحمل وزر بلاد يمكن أن تنزلق جراء أن الحرية والتغيير اختارت لمؤسساتها العدلية وناس لم يكنوا بقامة هذه الثورة في المؤسسة إذا كانت النيابة العامة أو مؤسسة القضاء وهذا ما أوجب استدعائهم في اجتماع اليوم الطاري قرر الاستدعاء النايب العام ورئيسة القضاء لمناقشة أوضاع العدالة التي لم تراوح مكانها منذ عامين وكذلك الرئيس اللجنة المستقلة ولينته في التحقيق في قضية فضل الاعتصام لو أننا سارعنا في تحقيق العدالة وتقديم نعم سيد عروة جميل جدا ما تقوله الآن تتحملون أنتم كذلك المسؤولية أنتم الآن صرحاء جدا في هذه المسألة خاصة مع حجم الانتقالات الكبيرة لكم أنتم في الحرية والتغيير ولكل الشركاء المدنيين والعسكريين في هذه المرحلة الانتقالية ولكن الإجراءات التي تتخذونها الحديث مناقشة مسألة القضاء هل تعتقدون بأنها إجراءات كافية مهدئة للشارع الغاضم منكم ومن كل شركاء هذه المرحلة أبدا ليست كافية الآن هناك خمستاشر صف ضابط وضباط وجنود وضابطين في القيدة في الوقفة المشدد من ضباط القوات المسلحة وجنودها وجنود الصف هؤلاء متهمون ولكن هذا لا يكفي هم بمثابة أكباش فداء علينا أن نعلم من في القوات المسلحة من رأسها قمة رأسها القيادة العامة القوات المسلحة إلى أصغر جندي من يمانع ويقف ضد هذه الثورة علينا أن نعلمه وأن يخرج من صفوف القوات المسلحة كذلك جهاز الأمن والمخابرات قوات الدعم السريع كل القوات النظامية الآن التي بها عناصر تسير ضد موجة الثورة هؤلاء الآن في الإقافة الشديدة سيقدم خلال اليوم لنائب العام لاتخاذ إجراءات في مواجهاتهم ومواجهة البلاغات الموجودة الآن وهذا غير كافي هناك أيضا علينا أن نقيم أداء النيابة العامة القضاء السوداني اللجنة المستقلة وإعادة تشكيلها في حال لم تصل إلى نتائج عاجلة في فضل الاعتصام وتوفير أقصى الإمكانيات التي تمكنها من حسم هذا الموضوع في غضون أسبوع وفي إجازة هذا العيد عسى والعل أن لن نخفض وتيرة نبض الشارع لأن الشارع متسارع وصاخد جدا على أداء الحرية والتغيير صبر على الجوع وصبر على النقص الاقتصادي والعوز وإلى ذلك ولكنه لن يصبر على إراقة مزيد من الدماء وهل كان السودان بحاجة إلى قتل جدد ليبحث مسألة فضل الاعتصام في 2019 حينها قتل 800 شخص أو كذلك كان هناك قتلى ومفقودون في المرحلة هذه لماذا تأخرت التحقيقات وتأخر الوصول إلى نتائج والوصول إلى عدالة ترضي الشارع السوداني هناك من لا يريد أن يتحمل مسؤولياته للأسف الشديد يا سيدتي اللجنة بدأت بالمقلوب أداءها بدأت بالذين فضل الاعتصام على رؤوسهم ولم تبدأ بالذي شارك في فضل الاعتصام أو وجه بفضل الاعتصام القائد العام للقوات المسلحة والذي خطط والذي فضل الاعتصام في حرمه لمدة أربعة أو عشر ساعات متتالية ويومين إخلاء وتنظيف للمنطقة لم يأخر من سؤل القائد العام للقوات المسلحة هذا ما عطل نتائج فضل الاعتصام الآن هناك حديث عن أن هناك أدلة وفيديوهات لم يتم تحليلها وقد تكون مفبركة كلنا شاهدنا وعلمنا من بالاسم وبالردبة وبالمرة العربية وبالآليات والمعدات والعتاد وصورة حية فيديو يقارب الساعة ونصف وهناك كاميرات القيادة العامة وهناك طائرات الاستخبارات العسكرية ومن أخطرناهم بتقارير مسبقة قبل فضل الاعتصام من المضادة وغيره أن هناك محاولات لفضل الاعتصام والاعتصام خطته لم تحكم كما قال الكباشي قبل فضل الاعتصام بيومين أو ثلاثة الاعتصام خطته وضعه أحمد هارون من يوم دخولنا للقيادة العامة في 6 أبريل و7 أبريل و8 أبريل ولكن أجهضت كل تلك المحاولات لفضل الاعتصام ولكن فعلت الخطة مجددا في 29 رمضان 2019 شكرا جزيلا لكنت معنا من الخرطوم القيادة في قوى الحرية وتغيير عروة الصادق الأخبار من الحدث إسرائيل تقرر توسيع العمليات العسكرية بعد استهدافها قادة حماس والأخيرة أقرت بمقتل قائد لوائها بغزة وثلاثة أخرين غريفث يؤكد خطورة الوضع في مأرب بسبب هجمات الحوتيين ويتهم الميليشيات بتقويض جهود السلامة وزير الخارجية البريطانية دعو الحوتيين لوقف اختطاف الأطفال ورميهم في صحة القتال ووقف عرقلتهم بالسلامة باريس وأوروبا تتوعدان مسؤولين اللونانيين بعقوبات واسعة وقاسية أحداث القيادة العامة تتكرر مجددا في ذكرات ثانية إطلاق رصاص على المتظاهرين والحكومة السودانية تدعو لجلسة طارئة عيد مبارك والسلام عليكم موسيقى